زار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مفتي كازاخستان الشيخ نوريس باي أوتينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان وأعرب المستشار عبدالرازق خلال اللقاء عن ساعدته بهذه الزيارة التي تأتي على همش زيارة الكازاخستان في إطار حرص مصر على تطوير علاقتها الثنائية مع كازاخستان في كافة المجالات واستنادا إلى علاقات صداقة تاريخية الوطيدة بينهما من جانبه رحب المفتي العام بجمهورية كازاخستان بزيارة رئيس مجلس الشيوخ معربا عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسستها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير ودعم الجانب الكازاخير